بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن خلطات منزلية لشد البشرة تسعى أغلب السيدات للحصول على بشرة مجدودة وناعمة وغالبا ما تلجأ لكريمات الوجه ومستحضرات التجميل وللتخلص من تكلفة هذه المستحضرات إليكم بعض الخلطات الطبيعية السريعة للعناية بالبشرة والموجودة في كل منزل أولا قناع بياض البيض وهو عبارة عن خليط بياض البيض والسكر وهو من أكثر الوصفات المنزلية التي تحقق نتائج سريعة في شد البشرة فيحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة مثل الألبومين والأحماض الأمينية وتعمل تلك المغذيات على تنعيم البشرة مع تقليل حجم المسام وطريقة التحضير يمزج بياض بيضتين نأخذ بياض بيضتين مع ملعقة صغيرة من السكر وممكن أن يكون السكر ناعم لتسهيل الاندماج ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ثانيا قناع الموز يتألف قناع الموز من خليط موزة ناضجة مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من عسل النحل وتعمل هذه الخلطة على شد الوجه وإخفاء الترهولات كما تزيد من نظارة البشرة وتعمل على حجز الرطوبة داخل البشرة ثالثا قناع الطماطم أو البندورة أو البندورة أو المطيشة يعمل عصير الطماطم الطازجة على تقليل المسام المفتوحة وشد الجلد من خلال دهن الوجه بخليط من الطماطم أو البندورة بشكل كامل مع التدليق جيدا في حركات دائرية بحيث يستغرق وقت وضع الماسك على الوجه خمس دقائق بعد ذلك يغسل جيدا بالماء البارد حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله